اشتركوا في القناة تكملة حق المقطع السابق اللي هو تأثير التكيف بشكل عام على ارتفاعات السقف لذلك الآن نحن بصدد جزئية بسيطة وهي مشكلة لدى أكثر القسائم بل إن حلولها لحد الآن لم تطرح على السوشال ميديا ولم أرى أي أحد فنت تلك الإيجابية لذلك أنا هنا معكم وراح أشرح لكم هذا الحل بالتفصيل الممل لأني أحبكم وأنتم متابعيني فلكم دائما الولاء مني أنا لذلك الآن سنشرح لكم فقط جزئية الراجع اللي فيه كثير من القسائم لديها مشكلة في الراجع لأن الراجع يا أخوان يأتي دائما فيه كثير من القسائم خاصة الجسور الضخمة الجسور الضخمة المكتب الهندسي ما يوافق على إن الراجع يكون له بوكس نفس البوكس الآخر للسابلاي اللي هو الدافع الهواء اللي يروح للغرف يكون بس ون بوكس البوكس الثاني أو يوسع البوكس بنفسه ويحط الراجع فيه مرفوض تماما إلا ما ندر لذلك حلها بسيط عندي المهندس مطلق الدعيج وخبرته من خلال استلامة كثير من القسائم راح يحل لكم تلك المشكلة لازم تتابعوني الآن الآن نحن في صدد خيار واحد يا إنك تقط مبالغ زيادة عشان تتخلص من إن الراجع يكون تحت الجسر وهو عمل هوردي هذا شكل أول شكل من علامات اليأس إنك تسوي هوردي عشان يطلع عندك ارتفاعات جميلة جدا وهذا بالنسبة لي غير عملي ومكلف جدا من ناحية الاقتصادية لذلك في الطريقة الثانية ركزوا عليها يا أخوان كثير من الناس لما يسوي تصميم تكييف يروح شركة التكييف خلاص يسلم أمره أو يسلم رقبته لشركة التكييف بعد ذلك تفعل على كيفها ما تشاء لذلك لا هذا هو بيتك بيت العمر لازم تجاب لهم وتروح لهم هناك الشركة لذلك الموزع ترى يا جماعة الموزع ما ينفعك في الأمور هذه الأمور الهندسية ومشاركتك مع الشركة أفضل من الموزع الموزع يعطيك سعر رخيص لكن الشركة الكبرى الوكيل تقعد وياهم وتناقش وبي التكييف هذا ما يأثر على الغرفة الثانية وإلى آخر من تلك الأمور الكثيرة لذلك لما تروح شركة التكييف طبعا راح تعلمهم شوف هذه الخطوة من المهندس متقدعيج لم تطرح أبدا على السوشال ميديا وتحداكم إذا لقيتم مقطع يلي تتزودوني في المقطع هذا عشان أتأكد لذلك كل السوشال ميديا خاصة قنوات اليوتيوب يبتعدون عن التكييف لأن مشاكل التكييف مشكلة وتأثر على صاحب القناة لذلك أنا قد مسؤوليتي وعلى كلمتي وهذا هو الحل الثاني بعد الهوردي الهوردي يعطيك أنه ما فيه جسور لذلك تأخذ راحتك في الدكت راجع أو السبلاي أما إذا ما نبيه الهوردي وتكلفته زايدة نقول لك تقعد مع الشركة وقبل اعتمادك للمخطط الإنشائي ركز بين قوسين قبل اعتمادك للتصميم الإنشائي تأخذ بياك التصميم الإنشائي لقسيمتك وتروح على طول لشركة التكييف وتقول لهم تفضلوا هذا هو التصميم الإنشائي سووا لي التكييف بناء على الجسور الموجودة وعلموني كم باكس راح يمر من الجسر هذا والجسر هذا وإذا كان فيه راجع من تحت علموني هنا راح تكون 100% قد حليت مشكلة الراجع لبيتك لذلك الشركة لازم تحتاج تقعدوا إياها ساعة أو تعطيهم مجال أنهم يراجعون المخطط بعدين يستدعونك يقولون لك تعال فلما تروح لهم راح يقعدون معاك ويقولون الأمور كلها طيبة ونبي راجع تحت الجسر حتى أنت لما يقول لك مثلا عندك عدد 2 أو 3 راجع تحت الجسر خاصة أنا أتكلم عن الجسور الضخمة الجسور البسيطة يا أخوان عادي يحط ما يحتاج بوكس الجسور العادية البسيطة 40 سانتي 20 سانتي اللي هو 40 سانتي يقل شيء ما يحتاج أن يحط البكس فيه ينزله تحت لذلك ما راح ينزل عليك السكف ولا تخاف لذلك نحن نتكلم عن الجسور الضخمة إذا قال لك الراجع راح يمر من تحت الجسر الضخم وقف قل لحظة تروح المكتب الإنشائي تروح للمكتب الهندسي وتروح للإنشائي بالذات وتقول له أنا قعت مع شركة التكييف وقالوا لي أن عندي عدد كذا كذا ربما راجعين أو ثلاثة راجع في البيت كله أو يمكن في الدور في كل دور عندك راجع تحت الجسر تقعد مع المصمم الإنشائي وتقول له لو سمحت هذا تحت الجسر الضخم أبي حله شوف لي طريقة ثانية فأنت قعدتك ويا المهندس الإنشائي راح تجد الحل بإذن الله وبدال ما يصير راجع تحت الجسر الضخم هذا بإذن الله يقدر المهندس الإنشائي يغير لك الجسر هذا وطبعا قبل كل شيء البيت ينقسم إلى ثلاث أثلاث في كل مكتب هنتسي يقسم لك يا ثلاث أثلاث فربما يكون الثلث هذا ما فيه جسر ضخم فيكون سهل أن الراجع يمر من تحت لأن تعرفوا أن الراجع إذا صار تحت الجسر الضخم يعني الجسر الضخم أقول 80 سانتي العم ويصير تحت الجسر الضخم مصيبة فقط متر مع السيراميك 10 ومع مسافة 10 سانتي للدكور صار عندك متر بالضبط يعني أنت رافع 4 متر وعشرين راح يطلع عندك 3 متر وعشرين لذلك وجودك قبل اعتماد التصميم الإنشائي ومراجعتك مع شركة التكيف ينقذك من ورطة أن الراجع يكون تحت الجسر الضخم يستطيع المكتب الهندسي أنه يودي هذا الجسر الضخم يحطه في مكان ثاني عشان ينقذك من أن الراجع يكون تحت الجسر الضخم وضحت أعتقد الفكرة واضحة والنقطة الأخيرة التكيف ترى عندهم مشاكل كثيرة مع القسايم لو تروح تشوفون القسايم راح تشوفون الباكسات موجودة في الجسور لكن الراجع متى يحط لك الراجع قبل المساحة قبل لا تمسح يحط لك الراجع ويفاجئك ويحطك في الأمر الواقع لذلك يا إخوان ضروري ضروري ننتبه لقسايمنا بيت العمر ننطرة ثلاثين سنة أو أربعين سنة عشان يطلع ببيت العمر ولما نبي ارتفاعات جميلة في النهاية يجيك التكيف اللي مهمة أصلا الارتفاعات عندك ويحط لك الراجع تحت الجسر لذلك هذا المقطع الأخير والمكمل للأول وهو الأول يتكلم عن بشكل عام الجسور الضخمة وفي راجع وفي فراغات عشرة سنة بعد مرات الباكسز يكون نازل مرتفع غير موحد الآن هذا المقطع الأخير هو عن الراجع وهو الأهم وهو اللي حدث في كثير من القسايم وفي نهاية المقطع إذا عجبك المقطع وحسيت فعلا أنك استفت لا تنسانا تعطينا لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات حتى تصلوا كمقاطع أول بأول ونشروا مقطع حق غيرك حتى يستفيد عشان يلحق الأخ الثاني قبل الله يطيح في الورطة والسلام عليكم